في دولة الميليشيات أو ميليشيات الدولة يحدث أن تغتال الحقيقة وتؤد الصرخات المعارضة حتى ولو همسا فلا يتعامل القابضون على السلطة إلا بالمنطق الأمريكي المعروف من ليس معي فهو حتما ضدي وعلى مشدوب لم يكن معهم بثلاث عشرة رصاصة اغتيل الكاتب والروائي والناشط الدكتور على مشدوب أمام منزله في شارع ميثم التمار ضمن المنطقة الأمنية المغلقة تماما في محافظة كربلاء على يد مسلحين قيل إنهما مجهولان لينفجر السؤال البديهي كيف لمسلحين يستقلان دراجة نارية أن يلجى منطقة مغلقة حيث لا يمكن لأحد الدخول إلا بموافقات أمنية معقدة قراءة سريعة لسيرة الناشط المغدور تحيل إلى الأيدي الملطخة بالدم فالمجذوب كان حاضرا في التظاهرات التي عمت المحافظات الجنوبية ضد الفساد الحكومي وكان معروفا بانتقاده لأحزاب السلطة وميليشياتها حتى وصل قلمه لانتقاد ضمني للأب المؤسس للأذرع الإيرانية الخميني لم يكن المشذوب أول المستهدفين بل سبقه كثيرون في البصرة وبغداد ومدن أخرى طالتهم أيدي الميليشيات عندما توعد القيادي في ميليشيا الحجد أبو مهدي المهندس بأن أتباعه سيلاحقون الرؤوس الكبيرة في التظاهرات وسبقه اعتراف آخر لزعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وهو يسرد فضائل الميليشيات بأنها خطفت ناشطين لكنها لم تقتلهم أو تأخذ فدية منهم وتم تفعيل هذه الإسعاءات بشكل واضح في الإعلام خلال يومين تم عملية خطفهم بعد بضعة أيام تم إطلاق صراحهم بدون فدية بدون قتلهم هذا المنطق السائد في دولة لا أمن يحاول فرض ثقافة صمت مرعب حيث لا صوت يعلو فوق صوت السلطة ولا رأي يقال في دولة ترى أركانها أن الخميني ملهمهم الأول منطق هزيل وأمن هش وأجهزة حكومية ينخرها الفساد أحالت بلاد الرافدين التي كانت قبلة العلم والثقافة للعالم أجمع إلى غابة يخرب منها حتى ساكنها